كنا من يوم الجمعة اللي فات بنتابع مع حضراتكو قصة الخلية اللي تم القبض عليها في دولة الكويت الشقيقة والنهاردة حضراتكو عارفين احنا من يوم الجمعة متابعين معاكم الاخبار اول باول النهاردة في اخبار نزلة على وكالات الانباء الكويتية يمكن من يوم ما طلع البيان الاول اللي هو طلع عن هذه الخلية اللي كان فيها 8 افراد ما طلعش تاني كان بيانات رسمية كلها كانت معلومات كنا من الى حضراتكو عن الاعلام الكويتي ولكن الاعلام الكويتي بيقول او وكالة كونا بتقول انه في وفد امني مصري راح زار دولة الكويت وفد الامني ده طبعا بيبقى من الجهات السيادية الامنية المصرية وبيشرح لهم معلومات اضافية جديدة عن شخصيات وعن تحركات وعن خلايا ممكن تكون موجودة لسه في الكويت علشان بس الناس تفهم ودي مش معلومة ده استنتاج انت عشماوي ده لما جبته هنا في مصر وحقات معاه وعندك تحقيقات كثيرة بيبتدي يسقط عمله ليهم في دول اخرى عشان الناس كلها تقولك ايه طب ودول في الكويت يعني مالهم لا ما هو اتحيات مع الناس هنا انت الفلوس جيبته منين الدعم بتاع الجيب منين مين قائد الجماعة بتشتغلوا ازاي فيبدو ان اسم الكويت قد ظهر في هذه التحقيقات وقدرت الادارة المصرية انها تبعت لدولة الكويت انو يا جماعة احنا عندنا معلومات واحد اثنين ثلاث اربعة والنهاردة كان في مؤتمر صحفي لدولة الكويت واحد لوزارة الداخلية هناج وكانوا بيتكلموا ان احنا سلمنا الادارة المصرية الخلية الكويتية تبقى لزاي ما انا كنت بقول لحظاتكم من يومين للاتفاقيات الرسمية المواقعة بيننا طبعا الاخبار اللي جاية من الكويت بتقول انو في اكتر من تلتمائة عنصر هيربو بدري يعني حد من جوة في الكويت وده تبقى لمعلومات من الاعلام الكويتي انا حريص جدا فيما انقل انو كان فيه تلتمائة واحد عرفوا بسرعة وتركوا الكويت من غير هدومهم يعني ما حدش خد شنطة سابوا عائلاتهم وسبوا كل حاجة وهربوا راحوا فين راحوا طبعا الملازل الامن في تركيا وفي قطر ولما تبص للمسألة يقولك انو الاخوان عندهم حد اسمه مسؤول تسكين يعني انت اخوانجي نزلت الكويت اخوانجي نزلت قطر نزلت زي كده زمان اما كنا نيجي من بلادنا في الريف يبقى فيه واحد من اهل المحلة ده تطلع عليه يقولك تعالى يابني انت هتسكو في العدة الفلينية فيه واحد من اهل المنوفية فيه واحد من اهل الاكسر هو ده مسؤول التسكين فبتنزل الكويت وطبعا هم يعرفوا بعض مش اي واحدة ينزل يقوله انا اخوانجي هايقوله اهلا وسهلا كلمة السر لا هم عارفين بعض ويبدأ التسكين ويبدأ العمل الضربة اللي حصلت في الكويت زي ان بيقول لحضراتكو مؤلمة جدا يعني يوم بعد يوم المعلومات التي تتكشف بتقول ان الناس دي بتتضرب في اهم اماكن هي كانت متخيلة انها امنة فيها هي حركة شجاعة جدا من دولة الكويت وحكومتها لانه الاخوان ما لهمش امان الاخوان في مثل هذه يعني المواقف بيكون انتقامهم مر جدا وطبعا هم قدروا ان هم يعودوا في دول عربية كثيرة وينشئوا فيها مراكز تجارية ومراكز اقتصادية والان التحقيقات في دولة الكويت مين اللي كان مستضفهم مين كان الكفيل بتاعهم ايه هي اتصالاتهم حالة فزع اخوانية غير عادية ما كانوا يتوقعوها من اي حتة الا في الكويت ولكن ما حدث في الكويت كان قرارا شجاعا لادارة الكويتية انها تواجه التنظيم الاخواني اللي موجود فيها فده حصل في الكويت وعدد من الخبراء النهاردة كانوا موجودين على قناة العربية بيقولوا انه بعد سقوط نظام الاخوان في مصر هرب اكثر من ستين الف اخوانجي راحوا فيين راحوا دول عربية مختلفة راحوا قطر راحوا تركيا ستين قيادات ده طبعا الفيديو اللي حضراتك احنا عرضناه من يوم الجمعة الحمد لله كنا بتابعين مع حضراتك اخبار هذه الخلية لحظة بلحظة ويوم بيوم ان شاء الله ربنا احفظنا جميعا من هؤلاء ومن يعني هذا التنظيم اللي بيتبجح على الدولة الكويتية انا ما بقدرش افهم ازاي التنظيمات تعمل رأسها برأس دول انت ويكلموه انت ازاي تعمل كده وانت ازاي تسلم الناس اللي عندك وانتو وانتو فاكرين انتو بتعمله ده كده صح وكده غلط هنا انت كدولة بتفهم قد ايه الناس دي كبرت وتكبرت وبقت خطر على امنك القومي ربنا يحفظ دولة الكويت من شرور الاخوان المسلمين ويحفظ العالم كله من شر هذا التنظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة